حذر المفاوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أوليراين من عجز الوينان عن سداد ديونها أو خروجها من منطقة اليورو معتبراً أن لذلك كلفة بالغة على اليونان نفسها وعلى أوروبا والعالم أجمع وكان وزير المالية البولندي الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قد حذر من أن أوروبا كلها في خطر جراء أزمة الديون في منطقة اليورو كما وجه من ناحيته رئيس الفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو التحذير نفسه قائلاً أمام البرلمان إننا نوجه أخطر تحدي عرفه هذا الجيل أنه نضال من أجل مستقبل أوروبي سياسي واقتصادي كما وعد جوزي مانويل باروزو بأن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم خطة لشراء الديون اليونانية عبر اليورو بونز شرط التزام اليونان بخطتها الإصلاحية ترجمة نانسي قنقر